اشتركوا في القناة اليومي عفوا يسعدنا ان يكون ضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الدكتور سعد الكبيسي حياكم الله فضيلة الدكتور بارك الله فيك دكتور ما زلنا في هذا الحديث الشيخ في هذا البرنامج الممتع حقيقة ونبدأ في هذه الشبهة الاولى في هذه الحلقة حقيقة يدعي البعض ان الاسلام والشريعة الاسلامية اليوم لا تتفاعل مع معطيات العصر وقد ذكرنا ان الاسلام مواكب للعصور ومواكب للحياة اليومية للناس ولكن نجد بين الفينة والاخرى في كل زمان ومكان نجد ان البعض يدعي هذا الادعاء الاسلام لا يتعاطى ولا يتفاعل مع معطيات العصر كيف نرد على مثل هؤلاء الناس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى لي وصحبه ومن والاه اهلا وسهلا بكم استاذ بيان في الحقيقة اتهام الاسلام بانه لا يتفاعل مع معطيات العصر تكذبه يعني عدة اشياء او عدة امور الامر الاول الاسلام ذاته الاسلام ذاته بمثن الرسالة الاول اللي هو القرآن وايضا بالسنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا للنبي على الصلاة والسلام يكذبه من حيث ان الاسلام ولكل دارس للشريع الاسلامية يعرف انه في الاسلام ثوابت وهناك متغيرات فالثوابت العقائد الاخلاق الاصول القطعية في الدين الصلاة خمسوقات تمام الصيام يكون في رمضان الصيام الفريضة يكون في رمضان ولا يسا في غير رمضان الحج انما يكون الى مكة ولا يكون الى مدينة اخرى هذه قطعيات ثوابت ثوابت تمام الربع محرم يعني ثوابت تمام وهناك ماذا لدينا متغيرات جميل والمتغيرات في ديننا اكثر بكثير جدا يعني خصوصا في الجانب التشريعي وفي الجانب الفقه العملي من الثوابت ولذلك بقي قرابة 1300 سنة بل الى الان 1450 سنة تقريبا هو فقط المئة وخمسين سنة الاخيرة عندما نحي عن السلطة والحكم ومائلة وادارة شؤون المجتمع اما فيما بقي يعني عاملا وشغالا من امور الناس وكذا هو ما زال فاعلا فمن اين لهم انه لا يتفاعل مع قضايا العصر انت تتحدث ان المتغيرات اكثر من الثوابت من الثوابت لذلك زمانا ومكانا زمانا ومكان وهذا الامر الثاني الذي نريد اذكره الامر الاول قلنا ماذا قلنا ان الاسلام يعني بذاته بنصوصه وبتشريعاته فيها ثوابت وفيها متغيرات فمجال المتغيرات في الجانب التشريعي اكبر بكثير اما العقاد والاخلاق لا تتغير جميل تمام واصول العبادات والمعاملات لا تتغير لكن تتغير التشريعات فيما يتعلق بالمعاملات يعني لكل زمان ومكان جميل هذا بالنسبة يعني كنظرية الاسلام كنظرية اما من حيث الواقع والممارسة فمنذ ان جاء النبي على الصلاة والسلام والى هذه اللحظة نجد على مستوى الممارسة ماذا ان الاسلام لم يقف امامه شيء وبقي عاجزا نعم قد تكون هناك نوازل وقضايا مستجدة تحتاج وقت حتى يعطى فيها رأي لكنه ليس عاجزا يعني هناك فرق بين العجز وبين وإلا رب العالمين قال ما فرطنا في الكتاب من شيء والقرآن تبيانا لكل شيء وننزل من القرآن ما هو ما فيه شفاء ورحمة للمعامل فهو شفاء ورحمة في كل شيء في الحياة الى قيام الساعة تمام فبالتالي القصور انما يكون في العملية الاجتهادية التي توجد هذا توجد هذا الحكم وليس ان الاسلام لا يتفاعل يعني مع قضايا العصر وانما هو عادة ما يكون اتهام رغائبي فالنظرية الاسلام نفسه على مستوى النظرية فيه ثوابت ومتغيرات اساسا هو يقول لنا انتبه ان فيه متغيرات ان هذه عفوا مرتبطة بوضع معين مرتبطة بمصلحة معينة بعرف معين بحال معين قد يتغير او بعلة معينة وهذه العلة تتغير تمام والامر الثاني اللي هو ماذا على مستوى الممارسة يعني الممارسة والشيء ان الاسلام لم يقف عاجزا على مستوى الزمان والمكان تاريخيا وإلى هذه اللحظة إلى ان ايش ان يعطي رأيه وان يعني ان يكيف الحياة وفق تعاليمه في شيء اما جميل هنا دكتور ننتقل إلى شبهة اخرى يدعيها البعض والان اصبح التروج لها الكثير من القنوات الاعلامية وهي تفريع من الشبهة الاولى يدعون ان الاسلام دين الرجعي يعني تعداه وتجاوزه الزمن ولم تعد احكامه مناسبة للواقع الذي نعيشه الآن يقولون يعني بتاريخية للأحكام الآن حينما ننظر إلى هذه الصفات وشمولية الاسلام وهؤلاء الناس يقولون ان الاسلام رجعي لم يعد نافعا او لم يعد مناسبا لهذه الفترة الذي نعيش وللواقع الذي نعيش كيف نرد على مثل هذه الشبه نعم الذين يقولون يا بيان بتاريخية الاحكام وانه لم يعد مناسبا هم صنفان ايضا الصنف الاول الصنف الذي هو يعني ضد الاسلام ككل يعني خصومتك معه يعني هي خصومة حادة وخصومة اما انا او انت هو بالنسبة يعتبرها كذلك فهذا لا يريد لا يريد ان تحاججه او تجادله هو يريد ان يسقطك يعني ان يسقط منهجك فهذا لا يريد منك يعني ذلك فيقول لك الاسلام هو اصبح دين تاريخي وجزء من التراث وانتهت القضية هو يريد عملية اقصاء بالكامل اما الطرف الثاني لا هو هذا الطرف الذي نقول ان لديه ان لديه شبهة فكرية وشبهة في فهم الاسلام يعني في هذه النقطة والقول بتاريخية تاريخية الاحكام لماذا يقولون هؤلاء لنفترض ان هذا الصنف هو صنف موضوعي يريد ان يتبين الحقيقة القول بتاريخية الاحكام له عدة اسبام السبب الاول عدم فهم علة هذه الاحكام ومقاصد هذه الاحكام فهو لا يفهم سببا لتطبيق هذا الحكم في زماننا يقول لك هذا الحكم قد يكون مناسبا لازمنة ماضية ولا يكون مناسبا لزماننا مثلا يأتي واحد يقول لك لماذا الطلاق يكون بيد الرجال الى قيام الساعة من الممكن ان نضعه كحق متساوي للرجل والمرأة مثلا تمام هو يعني الاسلام عندما وضعه بيد الرجل لعدة اسباب واحدة من هذه الاسباب حتى لا نطيل فيها واحدة من هذه الاسباب ان المرأة اكثر اكثر عاطفية اكثر كذا الرجل يعني ان يكون يكون يعني صالم اكثر يكون اكثر ضبطا لانفعالاته يكون يعني هو الذي دفع المهار وهو الذي يتحمل ضريبة هذه الحياة فيكون اكثر تريثا في هذا الامر فهنا هو يريد ان يغير الطبيعة البشرية للمرأة في حين الطبيعة البشرية للمرأة باقية من امنا حواء والى اخر امرأة على وجه الارض لا يمكن يعني ان تتغير فهم لم يدركوا يعني علة الاحكام بطريقة يعني صحيحة القضية الثانية الذين يقولون بتاريخية الاحكام هي قضية الذوق العام والعرف الاجتماعي العرف الاجتماعي العام بمعنى ان كثير من الاحكام لان العرف الاجتماعي العام مثلا هو يستهجنها لكنه ماذا يعني هي شرعية ولها مقاصد ولها اسراء فهو تحت غلبة يعني هذا العرف الاجتماعي العام يقول لك لا يمكن ان نضعها الان يعني او ليس فقط العرف المحلي حتى العرف الدولي والعالم يقول لك العالم لا يمكن ان يقبل يعني أن يقبل ذلك يعني يعني مثلا رجل تزوج بأمره أخرى في قضية مثلا التعدد مثال شهير سواء كان بسبب أو بدون سبب يعني أن مثلا زوجته الأولى مريضة أو عقيم أو كذا فتزوج ثانية أو لم تكن زوجته كذا فتزوج ثانية أن يعني العالم وأن العرف الاجتماعي أو يعني أنه لا يقبل هذا الأمر فهنا يقول لك مثلا قضية التعدد هي قضية تاريخية وينبغي أن تمنع في القوانين وإلى آخرهم القضية الثالثة السبب الثالث للقول بتاريخية الحكام هم المتدينون أنفسهم أو يعني القصور يعني من بعض العلماء ومن بعض الدعاة عندما يعني يتمسكون بشيء يعني يتمسكون بأقوال فقهية هي كانت مرتبطة هذه دائما نكررها كانت مرتبطة بزمان ما أو بحدث ما أو بعلة أو بمصلحة أو بعرف معين وقد تغير هذا الأمر وهم مصرون على أن الحكم قد بقي يعني جهلا وقصورا على أن الحكم قد بقي لذاتهم فإذا هذا يقول لك يعني أنتم مصرين الواقع قد اختلف يعني الاجتهاد الفقه لذلك الواقع أنتم تتحدثون الآن عن واقع مختلف فإذا يقول لك هذا الإسلام أساسا يعني 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 ليس الفقه نفسه الحكم هو نفسه يعني يعني تاريخي وإنما الإسلام نفسه هو عبارة عن منظومة تاريخية نعم قد يكون في العقائد الأخلاق في المساجد يعني هذا يعني لكن لكن السبب حقيقة أيضا الرئيس هو يعني القصور عند بعض المتدينين الذي يحيب مثل هذه الأشياء لكن لا يوجد لا يوجد أحد يعني من العلماء الراسخين والفاهمين والواعين ويعرف تغير الواقع ويعرف كيف ينزل الأحكام ويعرف كيف تتحقق المقاصد ويعني يعني تكون فتاواه مناسبة لهذا الأمر وآراؤه مناسبة لهذا الأمر من الممكن أن يعطي تصورا أن هذه الأحكام ليس لها فاعلية في واقعنا الآن جميل فتح الله عليك دكتور هنا حقيقة أيضا لدينا شبهة هناك للفن طبعا الآن في الواقع الذي نعيشه للفن حضور طاغي وكبير في حياتنا اليومية وفي عصرنا ومن هنا يأتي من يقول بأن الإسلام لا علاقة له بالفن وينبغي أن ترتفع رقابته عليه يعني الإسلام خلاص ما يدخل في الفن ويترك الناس على راحتهم أو بعضهم يقول أن الإسلام لا علاقة له بالفن فخلاص يترك الناس على راحتهم فكيف نرد على مثل هذه الشبهة يعني في الحقيقة لدينا الآن تراث أو نتاج مكتوب ومرئي كبير جدا للرد على هذه الشبهة لكن نحن نحاول تلخيصها في دقائق الفن مهارة من المهارات وشيء في الحياة يغذي الحاسة الجمالية التي تتعطش إليها الفطر البشرية السوية والله تعالى كل شيء يغذي هذه الفطر البشرية السوية لم يحرمها لم يحرمه لذلك ذكر يعني ألفاظ الجمال موجودة عندنا في القرآن وفي السنة ها عندما والأنعام خلقها لكم فيها دفء ها ومنها تأكونون ولكم فيها جمال يعني منظر حين تريحون وحين تسرحون قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض والله تعالى زين السباوات والأرض وأمرنا بالنظر والتأمل والتفكر لإسماء الجمال كذلك جمال الكلمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة فالبيان الشعر فنون الكلمة سواء كان شعر أو قصة أو رواية أو مسرحية له سحر وله حكمة وتدخل في دائرة الفنون لكن حقيقة أراد الإسلام بكل بساطة وباختصار أن هذه الحسة الجمال تغذى بشيء أخلاقي تغذى بشيء يعني لا يثير الغريزة المحرمة أراد أن ينمي الغرائز الخير أراد أن يكبت غرائز الشر يأتي واحد يريد أن ينحت شيء نقول له أنحى يقول له لماذا تمنعني أن أرسم أو أنحت إمرأة عارية أنا أريد أن أبين الفن في هذا الأمر نقول له أنت يعني في الكون آلاف عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الصور الجمالية التي تريد أن تعملها لماذا تعمد إلى صور يعني مجسمة أو مرسمة هي صور تدخل ضمن دائرة الحرام لتثير الغرائز أنت هنا لا تمتع يعني أنت هنا تثير الغريزة ولا تمتع الحاسة الجمالية التي في هذه الغريزة فالإسلام يراعي الفن ولا يعني لا أظن يعني إلا الآن إلا من شذ أو قلة قليلة تقول أن مثلا لدراما المنضبط حرام أو تقول أن الإنشاد والغناء المنضبط هو حرام يعني التمام لكنه إيش بضوابطه التي يعني نقول فيها وإلا يعني الفن سواء كان فن الكلمة فن الرسم المسرح والدراما يعني كل أنواع الفنون هي ضمن يعني تدخل ضمن دائرة تنمية الحاسة الجمالية والإسلام يعطيها الأحكام الخمسة فعندنا الفن الواجب والفن المستحب الفن الواجب كيف يكون الفن واجبا عندما نقول فن واجب يعني نحن آثمون إن لم نفعله عندما يكون للباطل وللفساد فن ولا نعمل له فن مقابل عندما للشر يكون فن ولا نعمل للخير فن يعني مقابل ويدافع هذا الفن الشر يعني هنا سنقع في الإثم فهذا فن نواجب وهناك فن مستحب كل فن يدعو إلى يعني الخير وهناك فن مباح يعني فن طبيعي هذا المباح ويصل الفن إلى أن يكون محرما عندما يحرك الغرائز عندما يعني يشتغل على دائرة القبح نعم يكون خارج القيود الإسلامية المنضبطة يعني لساننا ممكن أن ننطق به أجمل الكلمات وأعذب الكلمات وممكن أن ننطق به أفحش الكلمات يأتي واحد يقول لنا لماذا تمنعوني من الفحش والسباب والشتيمة والكلام القبيح ونفس الشيء هذا منطقي فكل شيء هو في الحقيقة الإسلام لم يحرم الفن وإنما دفع باتجاه لكن وضع له الضوابط والجميل في ذلك أن القرآن نفسه عبارة عن كتلة جمالية وكتلة فنية فالقرآن فيه موسيقى الشعر وإيقاع الشعر لكنه ليس بالشعر وفيه جمالية النثر رغم أنه ليس كالنثر وهو قطعة جمالية من الكلمة فيه جمال عندما تستمع له جمال في معانيه جمال في ألفاظه جمال في إيقاعاته نعم حتى رسول الأوصى وعرشدنا إلى التغني بالقرآن ليس من لا من لم يتغنى بالقرآن لأنه فيه جمال القرآن نفسه يعني كلام الله تبارك وتعالى هو جمال في جمال وإن الله جميل يحب الجمال كما قال نمسى صلى الله عليه وسلم وهذا في كل شيء طبعا جميل هنا دكتور أيضا هناك من يقول أن الإسلام دين عنصري ومتعصب فهو لم يساوي ما بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات نعم يعني ميز المسلمين عن غير المسلمين في بعض الأمور يعني هناك قالوا أنه الإسلام متعصب وعنصري ولم يساوي كيف نرد على مثل هذه الشبهة؟ نعم هي في الحقيقة نشأت هذه الفكرة كردة فعل كما نسميها الآن على الدولة الحديثة أو الدولة القطرية الحديثة أو دولة المواطنة التي تعتمد على التساوي في الحقوق والواجبات دولة المواطنة الآن بتعريفها الغربي أو بتعريفها العالمي هي الدولة التي يتساوي فيها الجميع في الحقوق والواجبات بكل بساطة بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأديانهم ومرجعياتهم إلى آخر هذه الأمور هنا بدأ الاتجاه تطبق هذه الفكرة الدولة الحديثة والدولة المواطنة على الإسلام وأنه هل الدولة الإسلامية هي دولة مواطنة بهذا المفهوم؟ هنا حقيقة نشأ الإشكال في هذا الأمر أولا إذا كان بمفهوم الحقوق والواجبات فالحقوق والواجبات متساوية ويشهد على ذلك التاريخ والنصوص الشرعية قبله والواقع قديما وحديثا يشهد أنه في كل بلدان المسلمين موجودون المسيح واليهود والمجوس والبوذيون والهندوس ولم يتعرض لهم أحد وعندنا لا إكراه في الدين بقيت شعارا يحكم هذه المنظومة ككلهم ومنظومة أهل الذمة هي لم تكن صغار يعني هم مع المسلمين متساوون في الحقوق والواجبات سوى أن المسلمون يأخذ منهم حتى مفهوم الجزية وهم صاغرون ليس المقصود إذلانهم وأنهم صاغرون يعني خاضعون للدولة كما أن المسلمين خاضعون للدولة بدفع الزكاة هؤلاء يدفعون الجزية لأنهم ليسوا بمسلمين ونتيجة إعفاءهم أنه الدولة المسلمة إذا مثلا صار عندها حرب مثلا مع دولة نصرانية بحيث ترفع عنهم يعني حتى لا يقاتلوا ضد يعني ضد بني قومهم وبني دينهم من المسيحيين يعني في الدولة الأخرى بينما دولة المواطنة الآن مثلا تريد المسلم في أي دولة مثلا مسيحية بحكم المواطنة أن يقاتل دولة إسلامية أخرى بحكم هكذا تريد منه بينما الإسلام رفع هذه التبعة أساسا يعني إلى هذه الدرجة وحتى سيدنا عمر مثلا يوصي سيدنا سعدنا موقاص يقول لا ترسل لأهل الذمة وأهل الصلح إلا من تثق بهم وإلا يعني من دقة هذا الأمر ومعروف لما راح يعني إلى بيت المقدس لم يرضى أن يصلي في الكنيسة يعني حتى لا يقولوا بعد ذلك أن عمر يعني صلى فيها إلى آخرين فبالتالي دولة المواطنة هي يعني موجودة لكن دولة المواطنة كما أن دولة المواطنة غير الإسلامية الموجودة الآن في الدولة الحديثة لديها جملة من القوانين التي تجرم فيها أشياء مخالفة لما تريده الأغلبية ومخالفة لما تريده مرجعية الدولة ككل فمن حق الدولة الإسلامية أن ماذا أن تشرع من القوانين وأنه يعني لا يمكن مثلا أن تسمح لأقلية تنتهك مثلا حرمة النبي على الصلاة والسلام مثلا النصراني في دولة مسلمة يأتي ينتهك حرمة النبي على الصلاة والسلام والحديث يطول حقيقة ونحن منهجنا في هذا البرنامج أن نعطي التصور الكلي عن الموضوع جميل وحتى لا يدركنا الوقت فضيلة الدكتور هنا أيضا بقي لدينا شبهتين نرد عليها سريعا البعض يدعو إلى التخلي عن كثير من أحكام الإسلام لصالح الاندماج في الحضارة الحديثة الآن هنا الدعوة إلى التخلي عن أحكام أو كثير من أحكام الإسلام بدعوة الاندماج في الحضارة الحديثة نعم هل هذه الدعوة صائبة أم أنها يعني حقيقة يجب الرد عليها نعم هو يعني في الأصل الأصل الإسلام دين عالمي الإسلام دين عالمي الله تعالى يعني أرسله للناس كافة نعم والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين فهو كيف يكون دينا عالميا ولا يكون دينا منفتحا على بقية الحضارات حتى الحضارة الحديثة يسمعهم كلمة الحق ويوصل لهم الرسالة ويرسل لهم المضامين يعني مضامين هذه الرسالة وفي الوقت ذاته يستفيد من هذه الحضارة في القضايا التجارب البشرية والحكمة البشرية ويستفيد منها الإسلام منفتح إلى أبعد الحدود في هذه القضايا والتعارف يعني التعارف كما قال الله تعالى لتعارفوا نعم يعني الناس إنما خلقناكم من ذكري وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا فهو جزء من عملية التبادل المعرفي والثقافي والإنساني والاجتماعي ما بين هذه الحضارات والشعوب لكن ما يجري من خلال هذه الدعوة هي حقيقة هي دعوة نشأت نتيجة هزيمة نفسية وليس هذا الذي نتكلم عنه هو أنه حوار ثقافي هو يريدنا أن نتخلى عن كل شيء حتى نرضي الآخرين وهنا يكمن الإشكال يعني هو لا يريدنا أن نتحاور مع بقية الحضارات يعني بأن نحافظ على هويتنا ونأخذ منهم الجيد والحسن وما إلى ذلك ونوصل لهم الجيد والحسن الذي عندنا لا هو يريدنا أن نتخلى عن الهوية ونذوب في هذه الحضارة بالكامل لأنها هي الآن في هذه اللحظة هي الحضارة الأقوى وبينهما فرق كبير جميل هنا أيضا فضيلة الدكتورية تهم البعض الإسلام أنه فيه تعارض دائم مع العلم ويدعون لفصدهما تماما يعني الدين والعلم كيف نرد على مثل هذا الاتهام يعني هو في الحقيقة أنا لست متعودا على استعمال مثل هكذا عبارات يعني أفضل دائما أن يكون الحوار العلمي ولا أحاول أن أستخف برأي المقابل وإنما مهما كان هذا القول المتهافت أو كذا فأنا أعطيه لكن حقيقة مثل هذه كما كررنا في حلقات كثيرة مثل هذا القول يعني هو لا يطلقه إلا يعني رجل سطحي الثقافة والتقط من هنا كلمة وأن الإسلام منافي يعني للعلم أولا أولا أن يعني دعوة الإسلام للعلم كما قلنا وللتفكر ولطلب العلم وأول كلمة نزلت لا حاجة إلى أن نسهب فيها وأن المسلمين عملوا ذات يوم حضارة أول قضية هو بنا ذلك على أوضاع المسلمين يعني على التخلف العلمي المثل الموجود عند المسلمين وليس عندك يعني ليس كل الدول الإسلامية هي متخلف علميا يعني تماما هذا فحمل الإسلام وزراء يعني المسلمين القضية الثانية حقيقة بما يسمى العلم يعني عندما نحن نتكلم عن العلم ما هو العلم الذي يعني تقول لهم تقول لي أثبتت الدراسات الفرنسية أو اليابانية أو الأمريكية أنه كذا فهذا هو العلم وللأسف هذا الحكم الشرعي يعارض هذا العلم تقول له يا أخي أجيب لك دراسات معارضة لها بالقوة يعني مساوية لها بالقوة ومعاكسة لها بالاتجاه يعني تتناقض مع هذه الدراسات فأيها العلم فهو تعريف العلم أساسا لذلك لماذا قلنا سطحية يعني تعريف العلم أساسا يعني هذا بحد ذاته يعني فيه مشكلة أنه أنت لمجرد يعني كان المصريين لديهم عبارة جميلة يسموا عقدة الخواجة يعني لأنه الخواجة قال كذا أنت يعني سلمت لهذا القول ونحن مررنا بأزمة كورونا وخرج لنا عشرات من هؤلاء الخواجات والأطباء هذا اللي يقول مؤامرة وكذا في الحين يعني هناك إجماع عالمي على أنه مثلا الفيروس خطر وأنه هذا لابد من التوقي منه وإلى آخرين فهل هذا تقول فإذن يعني حقيقة في مثل هكذا أمور لا أبدأ أن نتأكد أن هذا العلم هو علم حقيقي هذا أولا ثانيا أن ماذا أن نتأكد من وجود التعارض من قال لك أن الإسلام هنا يعارض العلم في هذه النقطة ربما يعني يتوافق وثالثا أن لا نحمل يعني أن لا نحمل الإسلام وزر أحوال المسلمين ورابعا أن لا تكون مثل هذه الأقوال نتيجة هزيمة نفسية لأنه ينظر لأوضاع المسلمين الآن وينظر إلى يعني الدول المتقدمة بانبهار ويعني بانبطاحية واستسلامية بهذه الطريقة فتح الله عليك فضلة الدكتور سعد الكبيسي وبرك الله لك في علمك وإلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم البرنامج بل هو الحق على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة حتى جديد الملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله